مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون من المواقع المحلية في خسارة هي الأكبر اليمن تودع أقدم خبراء الأوبئة كورونا ينتشر بشكل واسع في ريف صعدة وفي الأخبار المنوعة بعد كسرهما قواعد الحجر الصحي عروسان مغربيان يقضيان شهر العسل في السجن وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أقدم وأبرز وأكفأ خبراء الأوبئة في اليمن وقد لمع الدكتور ياسين عبدالوارث العبسي في معركته أو في معركة اليمنين ضد كورونا توفي الطبيب الشهير بذات المرض وعنوان موقع المصدر أونلاين الصحة العالمية تنعى الدكتور ياسين عبدالوارث أحد أبرز خبراء الأوبئة في اليمن بعد إصابته بالفيروس بصنعه ونعت المنظمة الطبيب العبسي الذي توفي إثراء إصابته بمرض كوفيد 19 وقالت المنظمة إن الدكتور ياسين التحق بفريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات وعمل كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة بما في ذلك الكوليرا والديفتيريا ومؤخرا كوفيد 19 وكان العشرات من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي توف خلال الأيام الماضية بعد إصابتهم بالفيروس أثناء أداء مهامهم في علاج الناس في ظل نقص كبير في معدات الحماية الشخصية قالت مصادر يمنية مطلعة إن عشرات الأطفال من أبناء محافظة صعبة انتشر بينهم ويروس كورونا المستجد بعد أن أجبرت الميليشيات أولياء الأمور على إحضار أبنائهم للمدارس والمعاهد لتلقي مناهج الحركة الطائفية وعنونا موقع الصحوانت انتشار كورونا في صفوف أطفال أجبرتهم الميليشيا على حضور دورات طائفية بصعبة وبحسب المصادر فإن الفيروس ينتشر بشكل كبير بين أطفال صعبة في الآوينة الأخيرة بعد أن أجبر الحوثيون الطلاب على الذهب إلى المدارس والمعاهد التابعة لهم وحذرت المصادر من كارثة قد تحدث في المحافظة حيث يتم تدريس الأطفال منهجا خاصا بالحركة ولا يوجد أي إجراءات لحمايتهم وقال عبدالخالق بشر وهو أحد أعيان صعبة إن الغريب في المحافظة أن المرض ينتشر في الريف بسرعة ويوميا نسمع قصصا لأسر كاملة وأطفال يموتون ذكرى الهزيمة زمن العواصف والأوبئة تحت هذا العنوان كتب كمال عبداللطيف مقاله المنشور في العربي الجديد قائلا التدهور المتواصل في الأوضاع العربية قد تزايد تحت تأثير تبعات ما بعد الثورات العربية والثورات المضادة وأصبحنا أمام وضع عربي بلا أفق سياسي محدد اختفت التطلعات والشعارات التي تغنى بها الجميع زمن المد التحرري فأصبحنا اليوم بلا أفق يسمح بترتيب وتدبير موقف سياسي مؤسسي عربي موحد أو مشترك وبلا أفق تدافع عنه مؤسسات العمل العربي الإقليمية وأغلبها معطل أو تؤثرها مؤسسة جامعة الدول العربية وقد تحولت إلى مؤسسة لا حول لها في وقت تضاعفت حاجة العرب إليها ارتفعت مؤشرات التطبيع مع إسرائيل مقابل نزول أسهم المساندة الفعلية للفلسطينيين ومناطق الحكم الذاتي المتعثر في الضفة والقطاع ووصل التدهور العربي إلى حالة أصبح فيها العرب عاجزين عن الاستماع إلى بعضهم والتفكير في كيفية مواجهة القوى الإقليمية والدولية وتخطى صراع المتواصل في العراق والسوريا وليبيا واليمن وفي الخليج العربي سياقات الربيع العربي وتداعياته لقد أصبح العرب اليوم خارج منطق زمن الثورات العربية أي خارج معدلات الإصلاح والثورة وخارج منطق مواجهة الاستبداد والفساد ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنهم أصبحوا أيضا خارج أفق البحث عن سبل مواجهة إسرائيل ودائمها الأكبر الولايات المتحدة لا أمتلك الشجاعة الكافية للحديث عن خيار المقاومة في سياقات الراهن العربي والفلسطيني ولا أمتلك القدرة التي يمتلكها بعضهم فأطالب الأنظمة العربية بمقاطعة إسرائيل ووقف مسلسلات التطبيع الجارية أقول هذا لأنني لا أستطيع أيضا التسليم بالانهيار الكلي فقد تعلمت من التاريخ أن قضايا التحرر مطالبة بأن تختار وهي في قلب العاصفة حتى لا يحصل التفسخ ما تبقى من وهجها وعنفوانها تراجع إنتاج اليمن من الأسماك بنسبة تزيد على 65% بعد انخفاضه إلى نحو 60 ألف طن من إجمالي 200 ألف طن وهو حجم الإنتاج قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمسة أعوام وفق بيانات حكومية وعنوان الموقع بوست إنتاج الأسماك في اليمن يهوي بأكثر من 65% وبحسب تقرير رسمي خسر اليمن الذي يعاني من انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية متفاقمة وفقر وبطالة بنحو 300 مليون دولار عائدات الصادرات السماكية سنويا بعد تراجعها بشكل كبير إلى أقل من 40 مليون دولار من الأسماك ويأتي الحصار وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية الذي تعرض له اليمن بسبب الحرب في مقدمة الأسباب إلى جانب تأثير الحرب وقصف طيران التحالف الذي تسبب بتهجير الصيادين إضافة إلى أزمات الوقود وارتفاع التكاليف اللازمة لتشغيل قوارب الصيادين ويتعرض الصيادون اليمنيون لاعتداءات متواصلة في عرض البحر خصوصا في السواحل الغربية من البلاد آخرها ما حدث الأسبوع الماضي في جزيرة حنيش اليمنية من اختطاف واحتجاز صيادين يمنيين ومصادرة قواربهم واتهمت الحكومة اليمنية السلطات الإريترية بالقيام باعتداءات متكررة لحق الصيادين اليمنيين وبحسب مسؤول في الاتحاد التعاوني السمكي الحكومي فإن هناك امتهانا كبيرا يتعرض له الصيادون في اليمن خلال آخر ثلاث سنوات من الحرب في مختلف مناطق الاستياد وخروج أغلبها عن السيطرة الرسمية قالت صحيفة العربي الجديد إن القوات الحكومية الموالية للشرعية في مأرب اكتفت باتخاذ موقف الدفاع في مواجهة هجمات الحوثيين والاعتماد شبه الكل على غارات التحالف السعودي الإماراتي وعنوانة الصحيفة اليمن الحوثيون يكتفون أو يكثفون هجماتهم على مأرب النفطية والشرعية تستعيد المواقع وقال مصدر عسكري حكومي للعربي الجديد إن معارك ضارية شهدتها مديرية الجدعان شمالية مأرب بعد أن دفعت الميليشيات الحوثية بالمئات من المجاميع المسلحة للسيطرة على معسكر ماس وأشار المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أشار إلى أن الساعات الماضية شهدت مقتل أكثر من خمسين عنصرا من الحوثيين ونحو عشرين من القوات الحكومية التي استطعت بفضل الغطاء الجوي من الطيران السعودي استطعت استعادة منطقة الجفرة بمحيط معسكر ماس وأكد المصدر أن التحالف السعودي شن ثمانية وعشرين غارة جوية على منطقة الجفرة ومفرق الجوف أجبرت الحوثيين على التراجع صوب منطقة صلب وفرضة نهم لكن الخطر لا يزال محدقا وعلى الرغم من الاكتفاء بأسلوب الدفاع إلا أن الحكومة أعلنت أن مأرب عصية على الحوثيين وأنها ستكون نقطة الانطلاق لاستعادة العاصمة صنعا عن محافظة شبوى وسر الهجمات التي تنفذها ميليشيات الانتقالي كتب محمد العمران مقاله المنشور في الموقع بوست وجاء في فقرات من المقال تعد محافظة شبوى اليمنية في هذه الفترة محافظة استثنائية بكل المقاييس وذلك لعدة أسباب أبرزها ما تتمتع به المحافظة النفطية من أمن واستقرار ونهوض تنموي كبير ونجاحات كبيرة في المجالات الخدمية حيث تم خلال الفترة الماضية افتتاح عشرات المشاريع الخدمية والتنموية في هذه المحافظة التي تعيش عصرها الذهبي تمكنت قيادة السلطة المحلية بالشبوى من تفكيك ميليشي الانتقالي في المحافظة ممثلة بالنقبة الشبوانية ودمجها في قوات الجيش والأمن والقضاء على الخلايا التخريبية للانتقالي وضبطها ومنع أي نشاط تخريبي للانتقالي في هذه المحافظة الواعدة وكل هذه النجاحات فضحات الانتقالي الذي فشل في إدارة مدينة صغيرة مثل عدن وأغرقها في جحيم الفوضى والعنف والفشل المتواصل كل هذا الاستهداف لشبوى كشف عن مدى حقد الانتقالي وفشله ورغبته في إغراق هذه المحافظة في الفوضى والعنف فهو يستهدف أنابيب النفط والغاز ويعرقل وصول شاحنات الديزل المخصص لكهرباء شبوى ويستهدف أقسام الشرطة ومعسكرات الجيش ودوريات الأمن كما يستهدف المشاريع الخدمية والشخصيات النجحة حتى لا يحسب هذا النجاح والاستقرار في شبوى للشرعية ولمشروع الدولة ويفضح مليشيا الانتقالي وقيادته المأزومة الفاشلة عندما فشل انتقالي في تحقيق مخططاته التخريبية في شبوى وجه مواقعه الصفراء الشهيرة بالفبركات والتزييف وأوعز لأبواقه الإعلامية المأجورة بتشويه محافظ شبوى ورجالها وقوات الجيش والأمن ورميها بكل التهم والافتراءات لقد أدرك أبناء الشبوى أن الانتقالي لا يريد الخير لمحافظتهم وإنما يريد التواجد في شبوى بأي ثمن وعلى حساب الأمن والاستقرار ومصلحة أبناء شبوى في النهوض والتنمية ولذا واجهوا مخططاته المشبوهة ووقفوا ضده بكل صلابة وقوة العنصرية محل اهتمام عالمي بعد حادثة جورج فلويد ونحن نتعرف في هذه القصة على صحفية كتبت تجربتها في صحيفة آنيوز وقالت الصحفية ستيفاني تاكي إنها على مدى رحلتها التي جابت فيها العالم سواء للسياحة أو العالم أو العمل طالما واجهت تحديات لا يواجهها غيرها من السياح البيض أو الآسيويين وتقول إنها في أسفارها أدركت أنه لا يوجد ما يضمن لها أنها ستحصل على قدر الشعور بالأمان أو التعامل الطيب الذي يشعر به المسافر الأبيض وتقول الكاتبة إنها على سبيل المثال أكثر عرضة لإجراءات التفتيش العشوائي في المطارات أو التدقيق المطول عن المعتاد عند نقاط الحدود والجوازات وتضيف أنها عادة ما تقرأ قبل السفر لوجهة جديدة عن تجارب غيرها من السود في رحلاتهم إلى هذه الجهة لتتأهب معنويا لما قد تواجهه وتقول الكاتبة إن التقارير تشير إلى أن المسافرين السود يدرون دخلا قدره 63 مليار دولار على أسواق السفر والسياحة العالمية إلا أنه عادة ما يتم تجاهلهم وعادة ما توجه شركات السياحة خدماتها للسائح الأبيض وتضيف إن نظرة سريعة على قتيبات شركات السياحة كفيلة بكشف هذا التحيز للسائح الأبيض فعادة ما يكون الغلاف مخصصا لسائح أو سائحة من البيض يستمتعان بالشمس على شاطئ بعيد ربما يمتلك إيلون ماسك أكثر الأعمال إثارة في العالم فهو صاحب شركة سبيس إكس التي تخطط للقيام برحلة إلى المريخ وتسلا صاحبة السيارات الكهربائية فائقة التقنية وهو وفقا لموقع البي بي سي يقود ثورة وعنوان الموقع ثورة وشيكة في البطاريات الكهربائية يقودها إيلون ماسك وفكرة الأنفاق الخالية من الهواء قد تحدث ثورة في عالم وسائل النقل العام حسب رأي ماسك فإن بطاريات الليثيوم المدمجة وخفيفة الوزن التي تمكنك حاليا من مشاهدة الأفلام على الهواتف النقالة الرقيقة ستشغل قريبا المزيد من الأدوات في حياتك وقال الموقع إن العالم يشهد الآن إنتاج بطاريات ضخمة متصلة بشبكات الكهرباء وستكون أساسية لثورة الطاقة المتجددة الكبيرة ويقول خبير في تقنيات البطاريات الناشئة في جامعة لندن كوليج البروفيسور بول شيرينج نحن بيتنا في مرحلة نمو متسارعة تقريبا ويتوقع أن ترفع السيارات الكهربائية وحدها الطلب الأوروبي على البطاريات بمقدار عشرة أضعاف خلال هذا العقد لكن هذا الانفجار في الطلب لا يكون ممكنا إلا إذا استطعنا جعل البطاريات أرخص وأكثر متانة وكفاءة وهذا طلب كبير على أي تقنية حديثة ولكن لا داعي للقلق عندما يحل يوم البطارية الذي اقترحه ماسك بفضل سلسلة كاملة من الإنجازات تقول شركة أمبريكس للتقنية الحديثة الصينية إن بطاريتها الجديدة قادرة على تشغيل السيارة لأكثر من 1.2 مليون ميل على وجه الدقة أي 1.9 مليون كيلو متر على مدى 16 عاما من عمورها وتتراوح ضمانات معظم البطاريات للسيارات في الوقت الحالي ما بين 60 ألف إلى 150 ألف ميل ولمدة تتراوح بين 3 إلى 8 سنوات كوفيد 19 و السياسات الإذلال تحت هذا العنوان كتب مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان مقاله في صحيفة الذهل وجاء فيه لم يأسر محمد البوعزيزي خيال العالم لأنه كان وسيما أو غنيا أو قوي بدلا من ذلك كان بائع الفاكهة التونسي الذي أحرق نفسه مؤذنا بانطلاق الربيع العربي مصدر الإلهام لعشرات الملايين من العرب لأنهم تعاطفوا مع يأسه وشعوره بالمهانة والإذلال إننا غالبا ما نفكر في السياسة بمنطق الثنائيات المعارفة اليمين مقابل اليسار الريف مقابل الحضر الشمال مقابل الجنوب ومع ذلك مهما تكون الطريقة التي يعرف بها الناس أنفسهم فإن هوياتهم السياسية هي نتاجات للظرف والمعتقد مع وجود نوع من الحسابات في جوهرها يؤدي الإذلال واسع النطاق إلى ظهور نوع مختلف من السياسة سياسة تنطوي على قدر أقل من الحسابات وكم أكبر من العاطفة واليوم بينما يتسبب وباء كوفي 19 في تقويض الاقتصادات العالمية ويلقي بحصيلة قاتمة وثقيلة بشكل خاص على كاهل أولئك الأكثر ضحفا والأقل تمتعا بالأمان في جميع أنحاء العالم فإن سياسات الإذلال سوف تتصاعد على المستوى العالمي وسوف تستمر آثار هذه السياسة في العمل لسنوات قادمة والقضية المطروحة هنا ليست سياسات الفقراء في أكثر الأحيان يعاني فقراء العالم الدائمون بصمت لأن حصيلة الخسائر التي تكبدوها في سنوات من النضال من أجل مجرد البقاء على قيد الحياة تولد في نفوسهم السلبية والانفصال إن الذين يتعرضون للإذلال هم بطبيعتهم ليسوا سلبيين إنهم يستذكرون وضعا سابقا أو يطمحون إلى وضع أفضل بشكل كبير ويمكن أن يشهد تعقب شعورهم بالإذلال إلى تغيير هائل طرأ على حيواتهم على سبيل المثال معايشة هزيمة في حرب أو لنفي أو انهيار اقتصادي أو إلى الوعي المتزايد وقد يعاني الأشخاص المهانون من صدمات فردية أصيبوا بها مهما يكون السبب فإن جزءا مما يدفع الشاعرين بالإذلال هو اعتقاد عميق بأن مكانتهم المتدنية الحالية قد جاءت نتاجا للظلم وينتج شعورهم بالإذلال رد فعل عاطفي لا ينيئ يحترق وينتشر مثل النار في الهشيم عبر المجتمعات وعندما يشعر عدد كاف من الناس في أي شعب بعينه بالإذلال فإن شعورهم بالمهانة يتحول إلى سياسة عند ظهور فيروس كورونا المستجد لأول مرة بالصين وجد الأطباء أنفسهم أمام عالم جديد لا ينفع معه سوى التجارب المتواصلة وبعد نصف عام تم التواصل إلى عدد كبير من الحقائق على ضوئها عدلت عدد من النظريات الأولية بخصوص الفيروس ويعانون موقع الديدابوليو بعد ستة أشهر على ظهوره خمس حقائق عن فيروس كورونا وقال الموقع إن من الحقائق التي تغيرت أجهات النظر حول أهمية ارتداء الكمامة فبعد أن قللت منظمة الصحة العالمية من قيمتها اتضح بعد ذلك أنها ضرورية وأن الكمامة ساعدت في طباط انتشار المرض بنسبة خمسين في المئة ومن الحقائق أيضا ما تم التوصل إليه في الفترة الأخيرة حيث ظهر أن الهباء الجوي أي الجزيئات العالقة في الهواء تلعب دورا أساسيا في انتقال العدوى فالفيروس يتواجد في الهباء الجوي عندما يبدأ المصاب في الكلام ولا تنزل قطرات اللعاب إلا أو إلى الأرض كما كان معتقدا وإنما تخرج من ثم المصاب غازات تشق طريقها إلى الهباء الجوي ما يعني أن مترا ونصف المتر التي ينصح بها كمسافة للتباعد ليست كافية للحد من خطر الإصابة إضافة إلى أن الوقاية الضرورية هي تهوية الغرف كل نصف ساعة أو كل نصف ساعة على الأقل كما أظهرت الدراسات أن الأطفال دون 12 عاما أقل عرضة للإصابة بالمرض ونادرا جدا ما ينقلون العدوى إلى البالغين يمضي عروسان مغربيان شهر عسلهما في السجن بعد أن أقام حفل زفافهما مخالفين لقانون الحجر الصحية الذي ما زال ساريا بالمغرب وعنونت صحيفة القدس العربي عروسان مغربيان يقضيان شهر العسل في السجن وعفقا للصحيفة فإن الزوجين أقاما عرسهما في أحد الأحياء الشعبية رغم حالة الطوارئ الصحية التي تمر بها البلاد وأثناء الاحتفال تم اعتقال العروسين وعشرة من أفراد أسرتهما الذين كانوا يحتفلون معهم داخل المنزل في وقت متأخر من الليل بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الالتزام بتحذيرات السلطات وقالت السلطات إنه تم تنبيههم خلال عقد القران نهاية الأسبوع المنصر إلا أنهم لم يعيروا أي اهتمام للسلطات تقول الصحيفة يمنع المغرب منعا كليا إقامة الأعراس والحفلات أو أي تجمعات خلال فترة الطوارئ الصحية مبارك عليهما في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الڭاردين البريطانية وفيه رصد لأهم الأحداث التي شهدها العالم أمس ترجمة نانسي قنقر أخيراً عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة ترجمة نانسي قنقر بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء